موضوعنا الثاني الحقيقة هي دعوة مني بشكل شخصي ان في حاجات احنا من فترة يعني ليست بالبعيدة مرنا بشهر رمضان الكريم يا ربي عيدوا علينا جميعا بكل خير وكان في حاجات حلوة في رمضان حاجات سلوكية حلوة وحاجات اجتماعية حلوة وحاجات غذائية في ناس بتستغل فترة رمضان دي نهب تزبط حاجات خصوصا في النمط الغذائي عكس بقى المتوقع مش بقى بيندفعوا قوي في الاكل ده بالعكس يقولوا ده رمضان دي فرصة نزبط اكلنا فرصة ان احنا نستغنى عن ادوية ما بناخدها ملاش لازمة فرصة ان احنا ننظم نومنا وهكذا من ضمن الحاجات المميزة جدا لشهر رمضان التمر البلح البلح اللي الناس بيتحط في الخشاف الناس بتفطر عليه او بيتحط في اللبن وطبعا البلح بيدخل في المخبوزات فانا اللي عايز اقوله في الجزء ده من الحلقة هي دعوة مني بشكل شخصي يعني انكم تستفيدوا من التمر ده والبلح ده على مدار العام بلاش نقصره فقط على شهر رمضان الكريم التمر او البلح من اقوى وافيد المواد الغذائية للجسم البشري علشان كده عايز اقولكم بعض المعلومات عن التمر والمعلومات دي جواها فوايد كتيرة جدا جدا حضراتكم هتعرفوها وبالتالي كل يوم لو الناس حرصت مش لازم حتى كل يوم بس لو كل يوم خدنا تمراية او اتنين او تلاتة كده على مدار اليوم ده هيكون مفيد جدا لصحتنا وصحة اطفالنا فمش لازم نخلي يعني تعاملنا مع البلح في شهر رمضان بس ودي تبقى فرصة حلوة ان احنا استغلنا شهر رمضان بقى ان احنا بنعمل فيه حاجة حلوة وكملت معانا طول السنة ويا رب طبعا كل الحاجات الحلوة اللي اتعملت في رمضان تكمل بقية السنة سواء من ناحية بقى السلوكية والاجتماعية والدينية وهكذا الفوائد الصحية للطمر التمراية الوحدة التمرة الوحدة بتحتوي على 66 سعر حراري طبعا الطمر انواع كتيرة جدا جدا يعني انواع لا حصرة له وبالمناسبة مصر من اجود البلاد اللي بيصدر فيها او بيطلع فيها انواع كويسة من الطمر يعني فيه ناس بتبقى فاكرة ان الطمر الكويس بس في بلاد معينة في دول الخليج مسا اه طبعا على عيني وراس انما احنا في مصر عندنا الطمر من اجود ما يكون ده على مستوى العالم مصر والعراق والحاجات دي فيه بلاد كده عندهم الطمر ربنا سبحانه وتعالى يعني اختصوهم بان الطمر اللي بيطلع عندهم كويس او قلنا ان الطمراية الوحدة فيها 66 سعر حراري طبعا الرقم ده بيزيد في حال كان نوع الطمر ده يحتوي على سكريات اكتر لان فيه طمر بيبقى مسكر اكتر من غيره الطمر كمان بيحتوي على كربوهايدريت بيحتوي على كربوهايدريت اه قلوكوا المفاجأ بيحتوي على بروتين الطمر البلح ده مليان بروتين واكيد مليان الياف والالياف الغذائية دي يعني مهمة جدا لجهاز الهضم والطمر من المؤكد انه بيحتوي على سكريات والدليل على كده يعني لو اي حد حتى يعني مش صغير كده وعايز يجرب التجربة يعني هالطمراية كده وحطها في المياه او حطها في شوية لبن وسبها شوي سبها كذا ساعة يعني وانما تيجي تشربها بعد جهة تقول ايه ده احنا حطينا سكر امتى اياه مفيش سكر ده السكر بتاع الطمر نفس طبعا كل الناس الكبار يعني عارفين اللي انا بقوله ده بس انا بقول يعني حتى لو الاطفال عايزين يجربوا التجربة دي هيتبسطوا بيها تمام الطمراية الواحدة تقريبا اي طمر يعني دي معلومة مهمة لا يحتوي تقريبا على الدهون طمر تقريبا مفيش دهون ودي نقطة مهمة جدا للي بيخافوا من الدهون يعني مثلا كل ميت جرام من الطمر كل ميت جرام ميت جرام مش الطمراية بقى كل ميت جرام من الطمر في خمستاشر من مية من الجرام يعني خمستاشر من مية من الجرام الواحد دهون فتقريبا يعني قلمص مفيش طمر خالص الطمر انا كل دي بكلم عن الطمر اللي هو البلح يعني بس انا بقول الاسمين عشان في ناس ممكن ميبوش متألفين مع كلمة الطمر بس بتالي كل ناس عارف ان الطمر هو البلح الطمر بيحسن حركة الامعاء الامعاء الغليزة خلاص وبيقي من التهابات الامعاء الغليزة والامعاء الدقيقة وبيقي من التهابات الامعاء والقولون يعني الناس اللي عندهم مشاكل في القولون لو انتظموا على اكل الطمر يوميا ان شاء الله بقولكوا واحدة او اتن او ثلاثة في اليوم على مدار اليوم يعني هيحسن عندهم جدا حركة الجهاز الهضمي وتحديدا منطقة القولون اللي هي بيعاني منها يعني اغلبنا تمام الطمر كمان بيحفز نمو البكتيريا النفعة الامعاء يا جماعة بتاعتنا فيها بكتيريا البكتيريا دي احنا بسميها البكتيريا النفعة هي اللي بتساعد على نصاص الغذاء والحاجات دي وبتقاوم الميكروبات والحاجات دي كلها الالياف اللي موجودة في الطمر بتعالج الامساك يعني اللي بياكل طمر ده ما يجيلوش امساك وفي نفس الوقت سبحان الله بتمنع الاسهال يعني اللي عنده اللي بياكل طمر ما يخافش انه هو بس طبعا ما نزودش قوي ما يجيلوش اسهال وفي نفس الوقت ما يجيلوش امساك خالص الرابطة الامريكية لامراض القلب اكدت والكلام ده من اكتر من حوالي خمس سنوات اكدت على اهمية الطمر بالنسبة للقلب الاكاديمية الامريكية لامراض القلب اكدت على اهمية الطمر يعني والاكاديمية الامريكية لطبق القلب دي من اقوى الجهات في تقييم اي حاجة تخص القلب يعني سواء ادوية اغزية انواع من الرياضة اللي حاجات دي كلها النوم الصحياء يعني النمط الحياة بشكل عام فلما الاكاديمية الامريكية دي بيطلعوا كده يعني بيطلعوا خلاصة كده او بيطلعوا رأي عن حاجة بيبقى يعني نتيجة دراسات حقيقية وحاجة مهمة جدا الاكاديمية الامريكية الامراض القلب اكدت على اهمية الطمر بالنسبة للقلب وده نظرا لان الطمر غني جدا بالبوتاسيوم البوتاسيوم يعني بيعزز صحة القلب بيخلي صحة القلب افضل بيضبط ضغط الدم وده بالتعاون مع السوديوم البوتاسيوم مع السوديوم بيضبطه ضغط الدم بيحصل كمان البوتاسيوم بيساعد على توازن ضربات القلب يعني اللي بيأكلوا طمر كتير ما يحسوش بأي مشاكل خاصة بضربات القلب تمام وبيضبط اندفاع الدم عبر العضلات ده غير ان البوتاسيوم برضو بينظم كل سوائل الجسم التمراية كمان التمر بيحتوي على كمية كبيرة جدا من الكالسيوم شوفوا بقى فيه فوائد قدي غير البوتاسيوم فيه كالسيوم كمان والكالسيوم يعني صحة وقوة العزام الكالسيوم مهم للأسنان الكالسيوم مهم لتنظيم عمل الأعصاب والعضلات الكالسيوم ضروري للتجلط الطبيعي للدم في حالات النزيف أو الجروح لقدر الله الكالسيوم مهم جدا لتنظيم الإنزيمات بتاعت جسمنا كل الإنزيمات والكالسيوم ضروري جدا لضبط ضغط الدم في مستوى المعتدل التمر كمان ودي مفاجأة بقى الناس كتير قوي بيحتوي على الحديد وهو من أغنى المصادر للحديد عشان كده أطباء النساء والولادة الشطار قوي ينصحوا دايماً الزوجات الحوامل أثناء الحامل يقولولهم كله تمر كله بلح وده ليه نتيجة أنه طبعاً الزوجة وهي حامل الجنين بيسحب كل احتياجات جسمه من الأم فبيخافوا على الأمهات أن يحصل لهم لقدر الله نقص في الحديد فبيقولولهم على شوية حاجات كده مهمة جداً يعني أنهم يحافظوا بيها على مستوى الحديد عندهم أنهم يأكلوا بروتينات بطريقة معينة لازم خلال الأسبوع يأكلوا تمر يشربوا عصير رمان يأكلوا بنجر يأكلوا طبعاً خضروات ورقية فيها حديد زي الجرجير والسبانق وهاكذا الفواكه اللي فيها حديد زي الموز والكمترة والحاجات دي كلها كل ده مهم جداً جداً لمكافحة الأنيميا فبالتالي لما بقول لك دلوقتي أن التمر يحتوي على الحديد يبقى بالتالي هو مهم برضو للزوجات الحوامل مهم للإنسان بشكل عام وبخاصة الحوامل والأسفل